السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصفة اليوم ديميني بستيلة أي بستيلة تكون صغار مالحين مع السر اللي يخليهم يجيوش ناشفين تبعوا الفيديو للاخر هيدا باش تعرفوا كم التفاصيل فهذا الوصفة عملت دجاجة من وزن 2 كيلو اللي كنت غطعت هاي لقطع صغيرة وخسلتها مليح بالليمون والماء والخل خسلتها من ثلاث مرات ست الاربع مرات تخسلها وتخليوها تقطر مليح لازم تنشف مليح نحضروا الآن الشرمولان اللي فيها اللي ينتبلوا فيها الدجاج اللي فيها ملعقتين صغار من فلفل أسود ملعقتين صغار من فلفل أحمر وملعقتين صغار من سكنجبير كذلك ملعقتين صغار من كوركم وملعقة من التوم بودرة أنا ملتوم بودرة لأن التوم فصو سيجي قاطع بزاف توابل شوارما كذلك ملعقة وملعقة من الكمون ورشة من القصبور ورشة كذلك من المعنوس نقطع هيدا وزيت سلسة الصويا نصف كأس من سلسة الصويا تزيد دوقة رائع للشرمولة ويجيب نين الدجاج كذلك ملعقة صغيرة من الملح لان سلسة الصويا مالحة زيت غير ملعقة صغيرة من الملح بديت نحط هايكدا الدجاج ونخلطو هايكدا بيدية لازم تدلقوه مليح بيديكم ونغطيوه ونخليوه يرتاح كل واحد يعملو على حساب الوقت اللي عندو انا خليته نصف ساعة فقط وطيبته ما كاش عندي الوقت لكن اذا خليته هباز ليلة كاملة احسن وافضل عملت ملعقتين من الزبدة واربع الى خمس ملاعق من الزيت في التنجرة ضد الضغط زيت على الزبدة البصل اللي قطعتو هيدا شرائح طورية وراني نضيف الدجاج بعد ما تجرب هاديك الشرمولة وزيت كذلك البصل كمية البصل بوزن كمية الدجاج اذا متوزو كيلو جاش كيفي زيتو من البصل ونزيد نفرق كامل هاديك الشرمولة اللي بقات في قاعد السحن نزيدها من الفوق خليت قبل يتقلى شوية هالدجاج مع البصل من خمس دقائق إلى عشر دقائق من بعد زيت الماء زيت كأسين كبار من الماء حوالي 400 ميلي لتر من الماء وخليت التجاج يتيب على خاطره على نار قليلة أنا غلقت طنجرة الضغط من بعد ما طعب صفيتو من المارك مع البصل المارك صفيتو كامل وقطعة الدجاج إلى قطعة صغيرة هاكذا كيمولة راكم تشوفو هاديك المارك رفضت منه كأس كأس كبير تعمية وخمسين ميلي لت خدتو هيدا وخليتو على جنب ورديت الكوكوت أو طنجرة الضغط على النار وراني نضرب حبات بيت كذلك البصل اللي كنت عملتو في الأول وتصفيتو مع الدجاج لكن عاود رضيتو للطنجرة ورديتو يتجمل مع المارك اللي بقالي شوية عداوة من بعد ما نشف شوفو لما ينشفي واللي كين عملو خط بالملعقة ما ينشركش هداك الخط في هاد المرحلة نضيفو البيت ودربت خمس حبات من البيت وراني نزيدهم على البصل ونقعد هايدا نحرك حتى اللي يتايب البيت قعدو تحركو متسمحوش فيه حتى اللي يتايب كامل هاداك البيت بالنسبة الكأس اللي خليتو من المارك نعملو هايدا في كاسترونو نزيد معه ملعقة مين الفارينة ملعقة كبيرة مين الفارينة نخلطها ملي حتى نحلو الكويرات ونحطها على النار حتى اللي تعقد من بعد ما تعقد هاد الخلطة نضيفوه على الدجاج سنحيو شيتيكم حتى اللي تعقد ونحلو كامل الكويرات على النار تكون قليلة مباشرة من بعد ما تعقد نضيفها على نشرك الدجاج في هذه الخلطة نحرك نحرك هذا ونجعل هذه الخلطة برد مليح نعمره في البستيلة نحضره ورقة ديول نمسحها بخالية من الزبدة وزيت نمسحها بخالية من الزبدة والزيت نقوم بكل ورقة لأنني سأقوم بيكتني كبير نقص من رب الأحبة الديول او من ورقة الديول باش جينا ميني بستيلا اذا كتو حابين تعملوها كبيرة بستيلا كبيرة خليوها هاي تكي هادك اللي الديول اللي قصينا خبيوها في المجمد باش تحاولو تعملو بحلويات ما ترميواش نعمل كطبقة اولى الجاش ونزيد من بعد خالية البيض والبصل ونبدأ نغلق فيها انا كنت حضرت كذلك خالية مينة الفارينة والماء يكون ما يكونش سائل بزاب ما يكونش عاقد كذلك هذا اللي عملو بيه كوم انكل كغيراء باش يغلق النار بستيلا وما تنحليش ونغلق هيدا كما ليرا واضح في الفيديو ومباشرة نحطها تكون مدهونة بالزيت بعد مسحت لهم وجهم بالبيض ورشيت عليهم شوية لوز افلي ممكن ما تبسحوش بالبيض تعملو فقط شوية جبر مبشور او تخليوهم هاك ديك تدهنوهم فقط بالزبدة والزيت تخليد الزبدة والزيت ودخلوهم الفرن يكون ساخن عملوهم يتبوا على نار متوسطة من تحت من بعد لما تشوفوهم تحمروا من تحت عادة قديو عليهم النار من الفوق وخليهم يتحمروا عاودي يقضوا لهم دهبي من الفوق هذه هي كانت وصفة اليوم نتمنى تشربوها تجي روعة و تجي بنينة ليجبوا الفيديو يعمل لايك واشتراك فعلوا الجرس بجانب اشتراك ليصلكم كل جديد الى فيديو اخر ان شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله